نتكلم عن الجهاز الحضمي gastrointestinal tract GIT gastrointestinal tract T4 tract استمك المعيدة استمكتبت جي شابت هولو مسكولر اورغانوز جي اي تي قال انه الاستمك شكلها جي شابت نشوف كده شكلها فعلا جي شابت وده حرف جي استمكت قال جي شابت هولو هولا يعني مجوف وعضلي جزء عضلي من الجهاز الهضمي مسكولر يعني عضلي وهولو ومجوف من الجهاز الهضمي وعامل حرف شكل جي شابت هو عبارة عن مخزن للطعام وكمان بدخل في عملية الهضم بتاعته المعيدة تتقسم الى اربعة اجزاء ممكن نشوفها هنا والحاج عندي الكارديا اللي هي في البداية الوصلة بتاعت الاسفوغس مع الاستمك هنا بلق الكارديا اللي هي جمال كارديك اسفينتر وبلقه في الفندس وبلقه في البودي وفي البلقه في المنطقة اللي هي في النهاية النعيذة اللي متوصل بعد كده مع ديودينم البايلوريس البايلوريك ايريا اربعة اجزاء الكارديا زي ري جنوار اوسفوغس المريء للمعيدة المنطقة دي هنا اسمها كارديا دي اسمها الكارديا كارديا مكمل زي الكارديا الفندس زي ابر كير فيتشر الانحناءة العلية باسمها فندس الحتة المحانية اللي فوق اللي هنا دي زي ما مكتوب الانحناءة اللي العلوي الفوق الابر كير فيتشر كارديا اسمه البايلوري الفندس فندس الفندس البادي هو المنطقة الرئيسية الوسطى ده هو البادي الفندس كنا الكير بالابر وهنا دي البادي المنطقة الرئيسية دي الجسم بتاع البادي بايلوريس اور بايلوريك انت انترام زي لاور بار زاد فاسيليتات جاستريك امتنج اللي هي البايلوريس دي اخر منطقة اللي هي منها يفضي الى الاثنى عشر طيب الجزاء الأربعة المعدة ازين ازبار طيب كل جهاز الهضمي عندنا الجدار بتاعه في منطقة الميكوزة هي المنطقة الخارجية ومنطقة بعدها منطقة الصب ميكوزة بعد المنطقة العضلية بعدها منطقة الصيروزة المنطقة الماسكولي الرئيسية دي هما منطقة العضلية دي بتتقسم لثلاثة اكسام وطلاث طباغات الاوتر لونجدودنال اللي من برا لونجد طولية اللي في النص دائرية والداخلية اوبليك عشان تخليها مرة سميكة العضلات يعني واحدة تقوعة طولية بعدها تكون دائرية واللي بعدها تجي اوبليك يعني شوف التركيبة بتاعتها فتكون الاستومك قوية فالمنطقة العضلية تتقسم لتلاثة طباغات واشكالة تختلف طولية دائرية بعدين منحرفة اوبليك زي ميكوزة في السطومك كونتين مني ديب اكسوكراينج لانت القاستريك لانت الميكوزة طبعا اول طباغة ديب اكسوكراينج لانت قنوات تفرز خارجيا اللي هي القاستريك لانت مني فتحات كده تفتح تفرز بها اسمها قاستريك بتا طيبوف سيلس ان قاستريك لانت ايشنو على الخلايا اللي موجودة في المعدة عارفين انو في ميوكس سيلس خلايا مخاطية ادزينيكوزة لانتزينيكوزة لانتزينيكوزة كارديا ان بيلوريكو ريجون في المنطغتين العلواتين اللي هي المنطقة الجاردياك ما اتصالها عالاوسفوغاس هو المنطقة الحنان العلوة اللي هي البيلوريك اريا وفزا ستمك بلقى ميوكس سيلس ودي تفرز ميوكس مادة مخاطية برائة السيلس واسمها التاني اكسيناتك سيلس اسمس ادزا اسمس ان بضي او زا قاس تريك جلانت انزا باضي انزا فاندس او زا استمك دي اللي هي بلقاها وين موجودة في الاسمس والبضي بتاع دلغاستريك جلانت في البضي بتاع الاستمك جسم الاستمك منتو قلنا اربع جزاء او الجزء الثالث منها والفاندس اه بتاع الاستمك شوفوا الميوكس سيلس كانت في المدخل وفي المخرج في الكاردياك ايريا وفي البيلوريك ايريا الكاردياك اللي هي جاي منicios بهتر مملك continuing البضي والفاندس اما الميوكس سيلس كانت في الاول وفي الرابع الخلايا الثالثة الشيفس سيلس الفراس زيميجين. اه بتفريس زيميجين. في mock disease is and body of the gastric gyland. في ال� Кologie of the gastric plant in the body. والفندس بتاع الا stomach. في البدي والفندس. هذه الجزء الثاني والثالث زيها ذي البراية السيلس. دي اللي هي بتفريس لينا sna interacts with the ما اчивز لينها زيميجين. البراية السيلسه هنا ما اقولنا ايش هي بتفريس. البراية السيلسة هي нombro dos dhea بتفريس لينها هيدروكولوريك أسيد حامض الهيدروكولوريك أسيد يفرز من البرية السيلس وبتفرز كمان انترينسيك فاكتر فيبقى البرية السيلس تفرز اتنين هيدروكولوريك أسيد وانترينسيك فاكتر الشيف سيلس تفرزينا ببيبتيك ببيبتيك وزيموجين سيلس طيب in addition there are endocrine cells near the gastric gland قريب من الاستكاسترق glandية قالوا لنا في اكسوكراين سيلس كمان في اندوكراين سيلس تفرز افرازات داخلية خاصة بالمعدة اللي هي عندي G cells دي بتفرز لي مادة القاسترينة وانزيم القاسترين والانتيرو كرومافين لايك سيلس دي بتفرز لي مادة الهستامين تفرز لي مادة الهستامين والهستامين دي اللي نحن عارفينها مادة بتاعة حساسية لما واحد يكون عنده حساسية بيفرز اه مادة الهستامين ففي جزء من الفراز الهستامين ده بكون جاي من الاستمك المعدة the gastric gland دي الرسمة بتاعة ال gastric gland عندي ال gastric bit قاسترين بدي قولنا بدي عن طريقة شنو الاكسوكراين سيلس تفرز لنا الفرازات الخارجية القاسترين الخارجية وعندي الجي سيلس دي بتفرز لي فراز اندوكراين سيلس يعني تفرز الفرازات الداخلية الي هي فرازات الداخلية زي مالها شنوجي سيلس تفرز لي مايك سيلس تفرز لني خلية curb ناسترين طيب الميكا كل مادة مخاطية عندي هنا براية الهستامين عبنة ال是不是 Sep براية ال السلس قد قولنا ايش بتفرز البراية ال سلس براية ال سلس لتفرز حامض الhydrochloric acid وال فاكتر. والشيفس تفرز لي زي مجين. وضي هنا كله. فدي هنا صورة الجزء العقودة دي منها. مهمتها. تخزن الطعام وتخدم الطعام طبعا دي نحن عامة بنقول كده. تخزنه لمدة اربع ساعات. وتتحكم لنا انه متى يطمش الطعام للاثنى عشر. مرات كده مثلا نقول لك اه يصار اكل حاجة حصل لها تسمم اكلها قبل ستة ساعات اكيد في المعدة خلاص راحت. لانه هو الماكسي من طايم المعدة تحتفز بالطعام مدت اربع ساعات. ممكن طبعا مش ثابت لكل المعدة اضعيمة. لكن احنا بنقول لمدة اربع ساعات تكون المعدة احتفزت بالطعام وحتى لو احد اخد جرعة زايدة بعد الاربع ساعات خلاص ما بيكون في فايدة. حتى الزمان كان في غسل المعدة وان كان الان مش موجود بعد ما تمر اربع ساعات عثنا ما يعمل غسل المعدة لانه لو في اي شي في المعدة بيكون مرة خلاص. تجشن ببروتينات بعد ما تحضن第三 ساعات. اضم البروتينات والدهون. بيبسين والغاستريك ليبيز انزيم. بتحضم البروتينات والدهون بمادة الببسين والغاستريك ليبيز انزيم. طيب اهو اه الطتردهم يعني اول نحنا كله لديهون لحما او زي كده وبروتينات. تجي مادة الببسين ببسين والغاستريك ليبيز. ليبيز للدهون. هوايفر ل Pi siis انزيم ارلس هي أفرزت لنا مادة غاستريك لايبيز والبيبسين طب اكتفي عن البنكرياس لا الانزيمات دي لما تجي من البنكرياس بتكون فعالة اكتر او اقوى منه تحمي المعدة تحمي جسيم كيف منو لو جينا مثلا اكل يمثل نثوس يكون عندنا الهايدركلوريك اسيد المادة الهايدركلوريك اسيد السلسذية تكتل البكتيريا وممكن تخلينا نعمل استفرق ويستفرق المادة فهي تعمل حماية مادة تدخل الجسم السموم في شيء مهم يسمى انترينسيك فاكتر بتفرز المعدة بروتينات سكرية تتصل الجليكو بروتينا الانترينسيك فاكتر ده يتصل مع فيتامين بي تولف في الاسطمك وفاسلتات الابزورشن انزا تيري من الايليا تشوف الحيطة دي مهمة جدا سوالة امسيكيوز الانترينسيك فاكتر من البيفريزو بتفرزوا المعدة ويرتبط مع البي تولف بس وين حصل لي انتصاص؟ في التيرمنال اليوم بي تولففي ده باعدين يرسل علينا في نوع من نوع النوع الانييميه فالانترينسيك فاكتر يصنع سيordonشيك فاكتر في المعدة ويتصل مع فيتامين بي تولف، في الاسطمك ويحصل ليه انتصاص إذا لم يكن مرتبط بالانترينسيك فاكتر فتا من بيتول ما ينتص في الترمنال الإليا طيب اللي هو الترمنال الإليا مجزو النهاية من الأمعاد الدقيقة فاسلتات ابزوربشن ايرن انزا انتستين طيب إذا الإنسان أكل اللحوم مثلا أو أشياء خضراء وفيه حديد الحديد ده ما ينتص ما لم يكن فيه مساعدة من المعدة بايمين تاني ايرن انزا في الرسستات ليه لأنه المعدة تحول الحديد ده من فرك إلى فرس فلما يكون فرس بيحصلين امتصاص فلو في مشكلة في المعدة يكون الواحد عنده أنيميا نكس الحديد أو أنيميا بيتولف ابزوربشن الامتصاص من المعدة ممكن يحصل الامتصاص لكمية قليلة بالماء أملاح كحول وبعض الأدوية إندوكراين فانكشن عندها جوزو إندوكراين زي قوضة تصمة تشتغيلها مني هورمون 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 القاسترين قلنا قبل كده هورمون القلوكيجون القلوكيجون مو بس من البنكرياس كمان هي تفرزه والسوماتوستاتين والجهرين من غيريين والفي اي بي طيب دي ممكن كمان كلها الغيريين ايش هو لو قلنا و ايش هو الغيريين ده هو عبارة عن غرس هورمون هورمون ده هورمون المطلق للهورمون النمو هورمون هورمون اللي هو ده يفرز أساسا من الهايبوسولامس الغدة تحت الميهات لكن كمان يفرز من الهايبوسولامس و يفرز من الفندس بتاع الاسطمك و يدينا الاحساس بالجوع سينساشنوف هنجر اوبزوتو لبتين القريلين اكس اللبتين اللبتين يدينا احساس بالشبع اللبتين ده بيجي من الادبوز تشو خلاها الادبوز تشو اللي هي بدينا احساس بالسددة يعني خلاص شبعانين اما القريلين بدينا احساس بالجوع فبخلينا ناكل بهبئ كده يخلي هورمون النمو يفرز و يخلي الانسان ينمو اكي من وين يجي الهورمون القريلين من الفندس طيب الانسان يكون المعيدة بتاعته فاضية مثلا مثلا جز المكونات المعيدة يكون عنده الفوليم بكون 2-3 لتر برده يعني نشوف المعيدة دي لو فاضية ما اكلت يكون في 2-3 لتر برده مفرزات المعيدة حامض 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 المعيدة يكون في ملح كتير يبقى هاي الاسيتيتك و الفوليم بتاعه و الكنتينت ماذا تحتوي مويا الهيدروكلوريك اسيد الحامض هيدروجين و كلورايد بوتاسيوم و بايكاربونات في الواحد لو يستفرق حينقص بايكاربونات حينقص بوتاسيوم و صوديم و انترينسيك فاكتر ممكن يحصل له هناك سفة من بيتولف لان الانترينسيك فاكتر بساعة في انو بيتولف يحصل له امتصاص طيجستي فينزايم انزيمات للهضم مثل البيبسين والغاستريك لايبيز ميوكاس مادة مدخاطية مكونات الهيدروكلوريك اسيد الماضي الحامض يسبب قرحة و كده و لك احد يجب حموضة في المعدة مين يجيب الحموضة بتاع المعدة دي و الهي سي ال يعني مثلا الهيدروكلوريك اسيد براية السيلس براية السيلس شوف البراية السيلسي بتفرز حاكتين مهم جدا براية السيلسي يفرز و انترينسيك فاكتر ايج براية السيلسي تركترى اسيد برايميدل شكلها شكل هرمي ابيكا الميمبرين افزاكتف سيلس كنتين كناليكيولاي خورثيكريشان افزاكتف سيلس السيلسي برايا سيادة البلاس يكون ازاكتف مهي التي تأمز الميتوكنديرية لإمكانك الناس مميز والجنooked الآخر في الميتوكنديري لانه تصبح من الميتوكنديري لانه يكون عند الميتوكنديري الهيدروجين اللي نشرب موية الموية تتحول من هيدروجين لهايدروكسايد تتقسم from reaction of CO2 with water as the presence of carbonic anhydrase enzymes ال reaction CO2 سنقصد الكربون يتفاعل مع الموية طيب في وجود carbonic anhydrase enzymes على السنة يقوم يعطيني بايكربونات تتحول البايكربونات ومع الهيدروجين الهيدروجين يفرز في داخل الكنالوكولاي بالرغم منه في داخل الكنالوكولاي الهيدروجين كتير بس لا بيجيب مدخة تساعده المدخة دي هي مدخة الهيدروجين potassium atipase bump وهي بسموها proton bump تفرز الهيدروجين لسبب دي الناس اللي عندهم قرحة لما بلقى الحبوب بالدولة بقولك proton bump inhibitor مصبتة للمدخة بتاع بورتون بامب على سينه ما يفرز حوامض صحيح؟ فتلقى كتير الحبوب بتاعة القرحة المعدة نيكسيا بورتون بامب انهيبيتر عشان تصبت المدخة دي المدخة دي لو مش موجود الهيدروجين ما يقدر يمشي لان المحطة عالي في الهيدروجين بيكربونات انتر البلد انتر البراية ال بيكربونات تدخل في الدم بالتبادل مع الكلورايت وبكده التمشي لبراية ال الكلورايت انتر كان الكيولاي كلورايت تدخل مع البوتاسيوم تدخل في الكيولاي البوتاسيوم يرجع في محله الخلايا عن طريق البوتاسيوم هيدروجين بوتاسيوم مدخة ثانية بوتاسيوم يمشي بين الكيولاي عندهم هيدروجين و كلورايت يكونوا الهيدروك يتسلق الفتحات الموجودة في المعدة و يدخل المعدة و يدخل المعدة الهيدروجين كل ما هيدروجين يطلع لليوميس البايكربونات يدخل في الدم المعدة 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 و يستفرق و يستفرق كثير لما بعمل البلط حاجاتهم بلقي عندهم قاعدية البايكربونات كثير لما يطلع الهيدروجين البايكربونات يدخل في الدم الهيدروجين 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 اللي تحصل بعد الأكل طيب اللي هي دي نفسها العملية اللي قالوا لنا لها انو نحنا كل القصد بتاعنا والهدف بتاعنا في دارين ندخل هيدروجين و دارين ندخل كلورايد كل ما ادخل كلورايد بطلع بدله بايكربونات طيب بايكربونات دي عند الهيدروجين هنا عندي قلنا CO2 تحول لكاربون داكوسايد و موية عن طريق الكاربونيك الهيدروجين بايكربونات بايكربونات تطلع بره تمشي الدم الكورورايد يتددل معها يدخل في الكنالوكيولاي دا كل القصد منه انو يدخل لانا شنو الهيدروجين اصلا من المعادلة الاولى الهيدروجين دخل في الكنالوكيولاي الناتية منهم انو دنيا الريسيبتر المستقبلات لمساعدة الحامض الهيدروجين لا 이게 الهيدروجين الذي ذوي الزوير ثلاثة نواع مهلاً the most EC andmons the G receptors acordes were stimulated by the acetylcholineорон males the protein kinase and predator the mosticarion receptors is put asetylcholine burns the calcium and spread the protein كينيز عشان يزاويد لي البروتين بامب انهبيتر البروتين بامب سوري عالسينا تبدل ليه الكولورايد مع البايكربونات والجي ريسيبترس من استقبلات الجي ريسيبترس استيميلاد باي قاسترين القاسترين يقوم ايجي يقول ليها انا عايز اتشسيل كتير اخلي القاسترين دي ازاويد ليه الكالسيا في القاسترين اكت مالي ان اندرو انتيرو كرومافين لايك rietro Caseو's to release الهيستامين تجد كيلترين مالبه لهي الجديد الكالسيوم اي اي اونيز كالسيم مش اي كالسيا كالسيم اي اونيز العلم طينا الصح دي يعني معناها ايونيز يعني نشيط التشيطورريسيبترس استيميلاد بايهيستامين مالبهيستامين مالبهي تلع دي تنشيطات التشيطور рисيبتر بتريليز باي اا انتيرو كرومافين لايك سيلس لو اطلقوه دي ما اطلقت من اي اطلقت البينا개를 الطاق الانتيرو كرومافين لايكسرس. طلعت الهيستامين. وتنكريز الانتراسير سيكلك اين بي. الهيستامين خليها تنشط الانتراسير رسيكلك اين بي والبروتين كاينياز وزين البروتون بامب وتنشط البروتون بامب. عندي تلاتة انواع من الريسيبترس هي المسكرينيك ريسيبترس و الهي ريسيبترس. ما يقدر يتنشط ما يقدر يحول البايكربونات داخلها في الدم ويخلي الكولورايد يدخل في الكنوليكولايد. لاحظة الهيستامين من الامسكيوز هيستامين بيزود السيكلك اين بي. في حالة الحساسية الهيستامين بيزود لينا سيكلك اين بي. عكس الاسيطايل كولين والغاسترين. therefore اتشي تو بلوكرس انهيبت ان اديشن تويستامين. غاسترين ان اسيطايل كولين ميديات اسيد سيكريشن. يعني ايش الكلام دي يعني مثلا لو انا اخدت لي حبوب بتاعت حساسية اتشي تو بلوكر انهيبت. ان اديشن تويستامين بيوقف الهيستامين. اوكي بيوقف اطلاغ الهيستامين. والغاسترين والاسيطايل كولين ميديات اسيد سيكريشن. بوقف الحموضة في الدمى الانتيستامين. الناس اللي مصابين عندهم حساسية مفرطة اللي هما الانافيلاكسيز حساسية مفرطة. يعطوهم انتيستامين كمان. نهوز الشكل الران تدين عشان وقف الهيستامين حتى اللي يفرز من المعينة. في مستقبلات موجودة في البراتل سلس تمنع افراز الهيستامين. نعم. كان بواسعة الاوعية الدموية في الريئة. البرستاجلاندين ده هنا بي يصبط لنا افراز الحوامض في المعيدة. بروستاجلاندين. ويخلي فراز الميوكوس اكتر. ويخلي فراز الميوكوس اكتر. ويخلي فراز الميوكوس اكتر. which protects the wall of the stomach from the action of the HL. فالبرستاجلاندين ده حاجة كويسة جدا. بيكللي فراز الحوامض. ويخلي فراز المادة المخاطية كتير عشان تحمل المعيدة. في حالة القرحة ولا اشاء دي كده. ذي معلومة مهمة ليه؟ ايش اللي بيثبت لين البرستاجلاندين؟ الاسبرين. تحبو بضعة الاسبرين ديه. الناس بياخذ الاسبرين والفولترين والربيدوز والاشاء ديه. بتثبت البرستاجلاندين. لما تصنيع البرستاجلاندين. يش اللي بيحصل بالتالي؟ بيزيد بيزيد إفراز الحوامض الحامض الحامض الهيدروكولاريك أسيد ويقل إفراز المادة المخاطية اللي بتحمل المعدة وده بيؤدي إلى حدوث البيبتك الصر قرحة المعدة هنا مهمة إيش مهمة البرستغلاندين يقلل إفراز الهي سيئل ويزيد من إفراز المخاطر الميوكس طيب إيش مهمة الهي سيئل ده هو سيء بس بيعمل قرحة لا كل إنجسد بكتيريات طول البكتيريات الضارة يحول البيبسينوجين لبيبسين عشان يبدأ يشتغل يحول منتين الايرن انفرراز استاد وفاصيلتات الابزوربشن الحديد نحن ناخده بشكل فرق ويحول لنا لفرس عشان يقدر نستخدم ويمتصف يحملنا من الأنيميا فاصيلتات الابزوربشن متاع الكالسيوم يساعد على امتصاص الكالسيوم المادة الصف راضي يخليها تفرد طيب مهم جدا نعرف إيش الحاجات اللي بتخلي إنه الهي سيئل ضية يزيد طيب نجف هنا ونا نجزتان ترجمة نانسي قنقر